واخيرا والله يعني كان يبت فيها كتير كتير دي علبة مفرمة لحمة بوش بوش طبعا هو منتج الماني وهي اصلا يعني كلها تقفيله كله دي بولنزي وحشتوني كتير 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 وقالي كتير تقريبا داخل على ثلاث شهور ما بطلعش اعمل اي فيديو معيني عندي حاجات عايز اقولكو عليها كتير ولكن بقى الخطوة دي ما بتبقى السهلة وورايا حاجات دلوقتي كتير جدا بس اخبرت نفسي ان انا حالا هصور كنت حابة ان انا وريكو حاجة من حاجات المطبخ ومنتجات المطبخ هي مفرمة لحمة كان نفسي فيها جدا بقى لي سنين وخدت الخطوة اخيرا جبتها برغم ان الاسعار بتعلق وبتجري واحنا بنجري وراها كده فعايزة وريكي مفرمة بوش بتاعت اللحمة هي مفرمة للحمة وحاجات كتير قوي عايزة بس هفتح معاكي النهاردة العلبة وريكي ومنتجاتها فيها ايه وبعد كده هنعمل خطوات بقى واحدة واحدة كده واركة تفاصيلها وإحنا شغالين بيها بسرعة بقى كده هنفتح لعشان نفتحها بقى لازم هنزلها لكم كده تحت شوية بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده دي كل الحاجة اللي معاه 1800 واط كل حاجة فيهم بيزيد عليها حاجة يعني في 1500 2000 1800 أعلى واحدة 1800 2000 دي بيبقى معاها حاجتين تانين زيادة عن اللي أنا مسكيها دي معاها واحدة مطحانة بن يعني جهاز وحدة كده بتطحاني فيها البن التركي ومعاها حاجة بتعصر الطماطم أو بتعمل العصير الحاجات اللي هي السيلة يعني جوافة وكده عاملها زي مصفل وحدها بتعمل عصاير دي مش موجودة في 1800 ولكن تقدري تطلبي اي حاجة نقصة يعني أنا ومعايا 1800 فنقص لكده حاجتين بس اللي بتعمل العصير وبتعمل القهوة أقدر أضيفهم على ده وطبعا أنت بتجيبهم حسب القطع سعرها كام دلوقتي بال 1800 أنا هقول لكم فيها ايه أول حاجة وأهم حاجة فيها اللي هي المفرمة دي بتاعت اللحمة خلاص وكنتقدر نعمل بها بقى طبعا بسكوت الحاجات اللي هي فاكرين اللي هي بتاعت اللفة اللي كنا نحطها على طبلية أو على ترابيزة وبمصمر من تحت دي عشان تعملي البسكوت وتعود تلفي أيام كده كان فيها خير يعني أنا هوريكي هنا هي فيها ايه طبعا هي دي بتاعت اللحمة وهنا اللي هتلف دي من جوة ومعاها هما جايبين لك دي بتبقى ركبة فيها علشان هي اللي بتتركب هنا في سن المطور هما مديلك واحدة تانية احتياطي معاها عشان لو دي بازت أو تاكلت من كتر الفرم هتبقى معاكي واحدة مش محتاجة ان انت تروحي تعملي سيانة لها فدي معاها زيادة احنا بنحط دي كده خلاص وهي معاها كام وش تلاتة وش واسع اوي ومعاها الرفيع خالص والوسط تمام لما بتيجي تفرمي لحمة اول حاجة بتبتدي بالواسعة ما بتبتديش اللحمة بحاجة صغيرة هتبتدي بالواسع وبعدين الوسط وبعدين لو انت عايزة تنعميها وش ناعم قوي هتحطي الوش الاخير ده وطبعا دي السكينة اللي موجودة فيها زي اي مفرمة انتو عارفينها اللي هي بقولوك بتاعت زمان لو حضرتوها اكيد كلنا فاكرينها اللي هي كنا بنربطها وكان ليها مصمار كانت هيلة بصراحة وكنا بنتخلق من اللي يعضي يلف وبتعمل بيها بالعشرة كيلو بسكوت فدي احنا هركبها كده ليها مكان اهو ليها مكان سن كده انا هحاول ان انا اقرب للكاميرا عشان تبين انت بتركب ازاي وده الوش اللي انا هركبه لو انا دلوقتي كده هقول ان انا هعمل الوصل اهم الحاجة بقى عشان يجي نركبها انا دلوقتي كده موقفة الجهاز بالشكل ده لان هيبقى ليه وضعية تانية لما هستخدمه في حاجة تانية وهنا باجي احط الحاجة بتاعته بميل كده بصوا اول ما جيت بميل شايفين الزرار اللي فوق ده حيث ان هو دخل معايا شوية لفوق هعمل كده الزرار طلع فعمل التك كده انا ركبتها وهنا هكون افلاها كويس خلاص ده حاجة المفرمة بتاعت اللحمة او ان انا هعمل اي حاجة تانية فيها لحوم كفتة بقى او السوسيس اه هوريكو برضه او السجوء ودي الوحدة اللي احنا بركبها فوق من هنا ودي اللي انا هنزل بيها اللحمة حلو كده طيب لو انا بقى عايزة هغير دي ومش هركب مش هعمل مش هفروم لحمة هنا هنفروم لحمة زي احنا عارفين وبتفروم اللحمة لازم اللحمة تكون اه مجمدة شوية مش فكة لان اي كبة او اي مفرومة عملتي فيها لحمة فكة هتعمل لك مية مش هتبقى لحمة طيب انا دلوقتي بقى لو انا عايزة اغير الوشوش زي ما انا قلت هغير وحط الوشوش التانية دي طيب هي عندها ايه بقى كمان او معها ايه كمان معاها اللي انتو شايفينه ده هشيله كده وبحط مش هارف انا كده واضح ليكم ولا لأ اهي بحط اللي هي الرفيعة دي وبرضو لنفس الاتجاه كده اهو وهركب عليها دي دي الايه دي ان انت تعملي السوسيس في البيت او البنبار يعني الرفيعة بتحطيه وهتحشيها اه وتحطيه لحمة بقى مفرومة وتعملي الخلطة بتاعت السجوء تقدر تعملي انت السجوء في البيت انا بحاجة بس اقفلها تمام حطيت اللي هي البيضة بعدين حطيت اللي هي الطويلة دي وفي نفس القصة هي طبعا هنحن هكون بنعمل لحمة فانتي هتبقي هنا والجهاز بتاعك بتحطي اللحمة وبتحطي البنبار هنا كله وهتبتدي ان هي هتدوسي على الزرار بتاعها الزرار بتاعي تاعتها وهي هتبتدي ان هي تنزل اللحمة اللي موجودة جوه وهتنزلها في السوسيس او السجوء اللي احنا بنعمله تمام طيب انا هوريكو بقى الجهاز التاني اللي احنا ممكن نركبه فيها طيب قبل ما اعمل ده برضو فيها حاجة تانية ان انا اركبها هفوق كده تاني الوش ده ودي احلى حاجة بقى انا جايباها انا ماما كدتعمل الكوبيبة وكدت مشهورة بالكوبيبة وطبعا الكوبيبة الله يرحمها لو كدت تعرف ان فيه حاجة هتلاف بدلها الكوبيبة يعني مش عارفة كدت ممكن قالت ايه شايفين ده انا شيلتي دي شايفين اللي هي معاها الكورة دي او الطويلة شوية مختلفة عن بتاعة السوسيس او بتاعة السجوء مش عارفة مصممة ان هو السوسيس شايفين دي دي بتتركب هنا كده وبحط دي كده عشان تحكم شكل اللحمة وهي خارج وفي نفس الوقت اروح حتى الوش بدون سككين بقى وبدون اي حاجة خالص اهو دي بقية ستة الكل هتعملي بيها ايه الكوبيبة الكوبيبة دي اللي هي بالبرغل وبنيتفرم بقى هنفرم بقى البرغل هفرمها معاكم هتفرمي البرغل وهتعملي كل حاجة فيها وبعد كده عايزة تعملي البرغل احنا المفروض الكوبيبة بتعمليها كده شكل بيضوي في ايديك وتفضلي تعملي بيديك تعملي بيديك لغاية ما تطلعيها شكل بضاية صغيرة كده هي دي هتطلع لك اللحمة او هتطلع لك العجينة عبارة عن مفتوحة وهتشكل شكل الكوبيبة يضبك انتي تقفليها ده هنشوفها ايام ده هنشوفها عملي وانا بعمل معاكم الكوبيبة الله يرحمها بقى لو كانت شافت دي شعرفك هتقالت ايه فانا بعمل الكوبيبة يعني بسبب قومي بقى الله يرحمها ايدي كده لو انا عايزة اعمل اللحمة وطبعا الوشوش برضو هتغيري وهترجعي لده طبعا هتعملي بسكوت هتجيبي الوشوش بتاعت البسكوت اللي احنا بنشتريها العادية وهتركبيها على الوش ده بس من غير بقى برضو السكاكين ومن غير اي حاجة وساعتها نعمل البسكوت اللي احنا عايزين نعمله ده بالنسبة للحمة انا هشيل بقى ده كله طيب انا لو انا عايزة اشيل ده هي طبعا هنا اهو هدوس هنا عشان افوق يعني احنا كنا بنركب انا هدوس هنا بصوا بكل شهولة انا لما دوست هنا دي فكتها عادي وفكتها في الاتجاه اللي انا ركبتها شايفين الوحدة دي اولا هوريها لكم من برا لان هزاي هغير اللي جوا دي يركبهم ازاي تمام اهي شايفين برفعها الفوق اهي دي كده اهو انا بعد الوقت عايزة الحاجة مبشورة هحط دي طب عايزة الحاجة اه شرائح هتنزل زي الشبسي او البطاطس او كده تقدر تحطيها هينزل الخيار من هنا والشرائح هتبقى زي الشرائح هحطها كده خلاص وهبتدي اقفل عليها دي وهبتدي ان انا احطها هنا برضو انا بركبها هركبها بالزاوية شوية انا هبتدي اخدها علي بصوا او ما بحطها الزرار ده دخل لجوه خلي بالك بس في التركيبة بتاعتها هتروحي لفاها كده الزرار تنطلع لبرا طيب دي بقى هنحط فيها الواسعة دي تمام وهبتدي برضو هنا هي اللي هزق بيها الحاجة بتاعتي حطة بقى خيار بطاطس اي حاجة هفرموها وتنزل هنا هتشكي ليها طب عايزة تنزيل حاجات اوسع شوية عايزة تنزليها بالدراجات انت هتجربي هتشوفي كل حاجة ليها استخدام وبردو دي هورهولكم وحنا بنستخدمها طيب انا دلوقتي بقى عايزة شيل دي برضو هدوز شايفين لو دست ده بقت الدنيا سهلة خالص يعني انا لما دوز ده اروحي عاملها كده طلعت انا دلوقتي هعصر برطقان بقى لان هي فيها عصارة البرطقان البرطقان هروح من ايماها العكس وهيخلي الشكل ده كده عندي فوق طيب انت هتشوفيها وانا بركبها ليها دي هتدخليها دي كده هنا هتدخليها هنا تمام زي سوستا كده وبعدين هتجي بدي هتركبيها هنا دي اهي من هنا نفس القصة هتجي بميل كده اتجاه اللي انت بتركيبي به بص مجرد ما بحطاها الزرار ده بينزلت كده انا حطاها صح لو جيت حطتها بقى اي تجاه تاني هتلاقي الزرار ده معلق فوق انت مش حطاها صح فبصي عليها عشان التروس بداعيتها ما تكسرش واروح لفاها نحية الزرار اللي هو هنا يبقى اتجاه نحية الزرار دايما افتكر وهحط دي كده وهبتدي احط دي وهتبقى عصارة برطقان يا دوبك هحط البرطقان هي هنا كده هتشتغل وهتنزلك عصير البرطقان كل الماكناة يعني ان انا هورطه لك المفرمة السلك بتاعها كمان ظريف جدا لانه بتلميه لجوه خلصت بلمه لجوه وبشده كده هو سلكها مش طويل قوي يعني هتبقى جنب فيه شبابة رايبة عندك في الرخامة ولكن قصة اللم بتاعتها دي برضو قصة ظريفة بصوا هنا كمان في حاجة مهمة جدا دي ليها الباب ده شايفين الباب ده ده ليه معمول كده عشان الجيب السحري بقى عشان دول رفيعين منك ما يضعوش بتحطوا بالشكل ده هنا لانه هو بيبقى واحد في الوش بتاع اللحمة واحد والتنين تانين هنا ودول ما يضعوش منك باب كده ظريف فيها بحبيت ان انا برضو اورو هي سعرها كام؟ هي سعرها في بوش او في اي محل تاني عادي يعني في محلات من غير القصة كانت عاملة سبع تلاف جينيين ستة تسعمية تسعة وتسعين الف وتمنمية فبرضو موجودة من غير القصة عاملة ستة تلاف وربعمية لكن انا ما جبتها هاش كاش ولان انا نفسي فيها بقى لي كسير جدا فقررت اخذها قصة طبعا القصة بيزيد عليك كسير جدا لانها انت بتاخذيها في بيتك مثلا ممكن تكون وصلة معاك قبل ما تخلص فوائدها والسنة ونص بتاعتها ممكن تكون داخلة تمانية ونص تقريبا تسعة ده كلنا كنت حابة ان انا ورهولك عن المفرمة وحبيت ان انا رجعلك بحاجة كده قوية ان شاء الله نعمل بيها حاجات كتيرة على القناة وصورها لكم او المعمل الكبيبة او المعمل اللحمة او الفارم او كده هوريكو انا كل ده هجربها وهيكون متصور قدامكم ان شاء الله شكرا شوفكو في ديالتانية على خير